موسيقى سلام من الله عليكم أحبة متابعي الشوط الثالث في كل مكان وحييكم أحلى تحية نأخذكم كالمعتاد للتعرف على آخر المستجدات والمتابعات الرياضية التي نحرس كل الحرص نحن في فريق عمل البرنامج أن نضحها أمامكم أولا بأول نناقش هذه القضايا ونجد لها الحلول الناجعة بإمكاني جميع مشاهدين الأحبة متابعة الحلقة الآن عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى الهواء مباشرة عبر صفحة تلفزيون الشرقية إذن جولة هذا اليوم نبدأها كالمعتاد من أهم العناوين اتحاد الكرة العراقي يعلن اتفاقه النهائي مع نظيريه اللبناني والفلسطيني لقامة مباراتين وديتين مع المنتخب العراق في نهاية شهر نيسان الحالي في ملعبي كربلاء والبصرة كوكبة من نجوم الرياضة العراقية وروادها الأبطال تقيم ندوة تحمل شعار الإصلاح والسعي لتحقيق الإنجاز والنهوض بالرياضة لغرض تحديد مستقبل الرياضة العراقية وإبعاد الطارئين وإدارة نادي الشرطة تسمي الكابتن ثائر جسام مدربا لفريقها الأول خلفا للبرازيلي باكيتا الشرط الثالث يحاور مشرف كرة الفريق والمدرب ثائر جسام حول هذه التسمية إذن من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم سادة المشاهدين ونبدأ من الاتفاق النهائي الذي وصل إليه اتحاد الكرة العراقي مع نظيريها اللبناني والفلسطيني لإقامة مباراتين وديتين للمنتخب العراقي مع فلسطين ولبنان على ملعبي كربلاء والمصرة فالح موسى عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات أكد للشوط الثالث هذا اليوم إن الاتحاد اتفق بشكل نهائي مع نظيره اللبناني لإقامة مبارات تجربية بين منتخبي البلدين في ملعب كربلاء الدولي خلال السابع والعشرين من شهر نيسان الحالي وأشار موسى إلى أن المبارات الثانية تم تأمينها للمنتخب ستكون مع نظيره الفلسطيني على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة خلال بداية آيار المقبل هذه المباريات تأتي في أيام الفيفا دي وتأتي في إطار رفع الحضر الجزئي عن الملاعب العراقية والسعي تماما لإقناع الفيفا برفع الحضر عن كافة الملاعب العراقية أكيد الموفقية والنجاح لكل الجهود التي تسعى إلى خلق العديد من المباريات التجربية لمنتخبنا الوطني استعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستنطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الكابتن باسم قاسم هذه المباريات الكل يعرف تصب في مصلحة الإعداد الفني والنفسي كل الظروف لازم تكون مهيئة لمنتخبنا الوطني حتى نستقر على التشكيل النهائية نخلق التوليف الكل يسعى إلى أن يظهر منتخبنا بالصورة المثلة لأننا نبحث عن الاستقرار نبحث عن العودة إلى منصات التتويج لا سيمان والعراق نجح نجاح كبير بتنظيم بطولة الصداقة على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة واحتضن فيها عدد من المنتخبات العربية لكن للأسف العراق لم يحرز لقب هذه البطولة في الوقت الذي كان الجمهور العراقي يبحث عن النجاح في التنظيم ويبحث عن منصات التتويج نتمنى الموفقية والنجاح إلى كل من يسعى خدمة للكرة العراقية خصوصا والرياضة عموما أيضا أحبتي المشاهدين يوم الخميس قدم الدكتور محمد قحطان التميمي رئيس لجنة الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة استقالته وهذه القضية يمكن تناولها الإعلام بشكل كبير محمد قحطان أكد لوسائل الإعلام أنه قدم استقالته بسبب تعرضه إلى الإساءة من قبل بعض الأطراف التي لم يسمها قحطان أكد لقد تعرفت للعديد من الضغوطات منذ تسميتي رئيسا للجنة وعانيت كثيرا حتى تمنكنت من احتوائها والسير باللجنة إلى بر الأمان وصدور قرارات استبعاد المرشحين وفقا للقواعد والقرارات اللي وضح الانتحاد وأوضح أن سبب الاستقالة ووصوله إلى وضع النفسي لن يسمح له بالاستمرار في منصبه داعيا ومؤكدا إن الإساءات اللي تعرضت إلها من قبل الكثير من الأطراف ومن بعض الإعلام المغرض والذي أساء إلي إساء بالغ جدا وكأنني ارتكبت جريمة العصر وأضافه إن هذا الأمر الحق بي الأذان نفسي ولسمعتي وصد عملي في الجامعة والمحكمة ووسط المجتمع الذي يعيش فيه واختتم قحطان تصريحه بالقول إن الضرر البليغ الذي سببه لي منصب رئيس لجنة الانتخابات دفعني إلى تركه ويبلغت اتحاد الكرة هاتفيا بقراري وسأضع ورقة استقالة رسمية على طاولة الاتحاد هذا اليوم من جهة أخرى أكد رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود في اتصال هذا اليوم للشوط الثالث إن الاتحاد يحاول إقناع رئيس اللجنة محمد قحطان بالعدول عن تقديم استقالته والعودة مجددا لإكمال مهمته على أكمل وجه وفي حال إصراره على قراره فإن الاتحاد سيلجأ إلى تسمية عظم احتياط وإن الانتخابات ماضية لا محال في موعدها بالمناسبة الهيئة العامة لاتحاد الكرة صوتت على أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وأعضاء احتياط يعني عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد أكد أنه لا داعي للرجوع إلى الهيئة العامة لغرض تسمية عنصر بديل الدكتور محمد قحطان وعند اختيار العنصر الاحتياط من اللجنة اللجنة ستختار من سيكون رئيسا للجنة الانتخابات في الوقت الذي دعا السيد عبدالخالق مسعود إلى أن الاتحاد سيحاول الضغط أو إقناع السيد محمد قحطان لغرض البقاء في منصبه نحن نوجه التحية والاعتزاز للدكتور محمد قحطان الرجل الذي أشرف على جولة التراخيص وأيضا بذل مجهود كبير وهو الآن أختير رئيسا للجنة الانتخابات على اتحاد كرة القدم لكن دكتور محمد أنت تعرف أننا نعمل حتى نكون منطقيين في حق الألغام إذا كنا إعلام وإذا كنا صحافة وإذا كنا في مركز القرار أو إذا كنا لأنه أكو أطراف تسعى إلى إفشال أي مهمة بيها فائدة انتخابات انتحاد الكرة صار عليها لغط صار عليها أمور كثيرة صار عليها شد وجذب وبما أنه أنت عايش في وسط المعمع أنت أسمى وأكبر من أي ضرر أو من أي إساءة لا قدر الله يوجه البعض إلك أنت تاريخك معروف دكتور محمد وأنت اسم وبالتالي هناك ثقة أعطيت من قبل زملائك القضاء والمحامين اللي تم اختيارهم كأعضاء للجنة الإشراف على انتخابات انتحاد الكرة وبالتالي لن يؤثر البعض البعض اللي سميتهم من الإعلام أو المحسوبين على الإعلام لأنه إعلامنا دائما ما نعرفه مهني نزيه شريف يحب العراق يدعم كل العمليات الديمقراطية الشفافة نعم كانت هناك بعض الاختلافات أكو بعض الأمور لكن ما كنا نتمنى أن تؤدي إلى استقالة أو رغم أن الرجل لم يخرج في أي قناة أو وسائل إعلام أو تلفزيوني لقاء تلفزيوني حتى يخل النقاط على الحروف وإنما هاي الأخبار اللي دنأخذها هي أخبار كلها نشرت في وسائل الإعلام المقرؤ أما لقاء وإحنا شخصيا التصنبي وطلبنا أن يظهر حتى ولو أضعف الإيمان باتصال هاتفي الرجل رفض وقال أنا ماضي في استقالتي والأسباب كثيرة وأيضا الضغوطات والتهديدات أو الإساءة هو ما قال تهديدات قال ضغوطات أثرت علي وعلى عائلتي لكن من جهة لم يسميها فإحنا بصراحة عند تصديك يا دكتور محمد لهذه المهمة كنا نتمنى أن تكون مثل معاهدناك تدافع عن الحق وتدافع عن قضية أنت تصديت لها فأتمنى أن تظهر وهذه دعوة وجهة لحضرتك عبر منبر الشوط الثالث أن تكون ضيفا عزيزا كريما لفضح من يريد التآمر من يريد أن يسيء من يريد أن يضع العصى في دولاب أي عملية ديمقراطية العراق يريد ينهض بها هذا اللي إحنا نحب نوجهه معه أمنياتنا القلبية لحضرتك بالموفقية والنجاح أيضا المشاهدين الأحبة تداعيات خسارة الزوراء أمام القوة الجوية في مباريات دوري الكرة الممتاز قبل أيام واللي انتهت لصالح الجوية بهدفين لهدف واحد إدارة الزوراء اعترضت كثيرا على الحكم الدولي هيثم محمد علي اللي قاد المباراة واللي اتحدثت إدارة الزوراء إنها غبنت بسبب قرارات الحكم رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أصدر كتابا وجهه إلى اتحاد الكرة العراقي تلقى الشوط الثالث نسخة منه قائلا فيه تحية وتقدير نتيجة للحيف والضرر المتكرر الذي لحق بفريقنا من قبل الحكم هيثم محمد رشيد في المواسم السابقة والموسم الحالي وآخرها مباراتنا مع الجوية اللي يقيمت يوم ملعب الشعب يوم أربع أربعة نطالب بعدم تسمية الحكم المذكور لقيادة أي مباراة يكون فريقنا طرفا فيها وبعكسه تتحملون المسؤولية كاملة لأي تبعات تحدث مستقبلا حيث أن بعض قراراته كادت أن تنسحب على الجمهور الكبير ويحدث ما لا يخمد عقبة يرجى الإطلاع وإعلامنا إجراءاتكم مع التقدير فلاحسن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء هذا الكتاب اللي وصل إلى الشوط الثالث ونعرضه بدورنا لحضراتكم يعني إدارة الزوراء هي حرة بما تراه مناسبا ولجنة الحكام أيضا يعني هي من تسمي الحكام ويمكن تذكرون السيد طارق أحمد كان ضيف قبل مباراة الزوراء والجوية بليلة وحدة ورفض أن يصرح بالطاقم التحكيمي لأنه أسباب كثيرة يريد أن يتحدث إلها الكابتن طارق أحمد وواحدة منها هي النغوطات نتمنى له هيث محمد علي الموفقية ونتمنى لإدارة الزوراء الموفقية لكن بصراحة نحن ضد الهتافات التي تطلق على مدرجاتنا لا سيما من بعض المحسوبين على جمهور الزوراء ومن بعض المحسوبين على جمهور الجوية يا جماعة ترى إحنا أسمى من هذه الهتافات اللي حذر اتحاد الكرة ولجنة الانضباط من تداولها على مدرجاتنا يا جماعة أرجو أن تعوا أن العراق رفع الحضر الجزئي عنه والهتافات العنصرية الهتافات اللي إحنا نرفضها جملة وتفصيلها اللافتات التي تنشر وفيها ذبح وقتل ودم ومعارك ما نريدها يا جماعة الرياضة أسمع كرة القدم أبعد دا نسمع مفردات غريبة على مدرجات دورينة إهانات تمس لاعبين وبالتالي من يقوم بهذه الهتافات العنصرية والمشاكل بالليل يروح يالصالح وياللاعب ويطلع عندنا صور يا أخ العزيز الصالح وياللاعب على المدرجات وروح يتعارك وياه بالليل بالبيت لا تخلوا فضيحتنا قدام الناس يا أخوان هذا كلام موجه إلى أمير المالكي وموجه إلى رابطة القوة الجوية يا أخوان اضبطوا جمهوركم اللي أنا أوجه للتحية والتقدير جمهور رائع جمهور الزورة جمهور رائع جمهور الجوية هاي الأغاني الجميلة اللي چنا نسمحها واللي تتغنى أبحب اللاعبين ونجوميتهم جمهور كربلة وباقي المحافظات وجمهور الجوية العزيز الغالي جمهور العريق أيضا ما نريده هاي المفردات اللي دا نسمحها هنا وهناك واللي دا تأثر على جمالية الدوري يا أخوان أرجو أن نحن نرتقي نرتقي رجل نرفع حضر عن ملعب الشعب مباراة دوري هي لو فوز لو خسارة وشو للمشكلة ذا غلما والجوية وشو للمشكلة ذا غلما والزورة شو للمشكلة فريقين كبيرين فريقين ممكن يغلب واحد منهم هي كرة القدام فوز وخسارة يا أخواني أما هذا الموضوع والتجاوز على اللاعبين وعلى سمعته وعلى أهله وفتح حركات ولافتات وواحد طالع لي على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك من الجمهور المحسوبين على الجمهور الجوية سنجعلها معارك والدماء تزيل يا أخواني أنت وين رايح يا معارك ما هو هذا أخوك من الزورة ذول اللاعبين أخوة فما أعرف اللاعبين وورا اللاعب يطلعون يتحاضنون وواحد يقبل الثاني وانتهي الموضوع وخلاص المباراة انتهت يعني وراها لازم يصير معارك ذروس وطلقات ومعرف إيش وهذا ليش يا أخوان أرجوكم أرجوكم خلوا مدرجاتنا بعيدة كل البعد عن هذه الأمور أترجاكم إحنا مقبلين على إقناع الفيفا بشق الأنفس ابعدوا الحصار عن ملاعب بغداد فإحنا جمهورنا الغالي العزيز اللي حضر إلى مدرجات الملعب ملعب الشعب الدولي اللي وصل حضوره إلى أكثر من أربعين ألف متفرج هذا الجمهور من حقه يستمتع هو ترى المتنفس الواحد للعراقي في ذل هذه النروف هي الرياضة وكرة القدم بالتحديد فلا تعكرون مزاج الناس خلونا الناس تتوني استرتاح الله نعم علينا بشوية أمن وأمان ولله الحمد نتمنى إن شاء الله أني ديمة على ربوع عراقنا لا تخلونا هاي فرحة الناس اللي جاءت شجع فريقها ولاعبيها تؤصل لهذا المستوى البعيد كل البعد عن جمهورنا الكريم العزيز الغالي هذه دعوة إلى كل روابط الجمهور أن يترفعوا عن هذا الموضوع أرجوكم وتحياتي إلى كل الجمهور الغالي العزيز أيضاً أذهب بكم إلى أروي قد كلية التربية الرياضية الجادرية في جامعة بغداد حيث الندوة اللي عقدها عدد من نجوم الرياضة وكوكبه من روادنا الأبطال في مقر الكلية هذه الندوة كانت مخصصة لمناقشة واقع الرياضة وسبل النهوض بها والارتقاء نحو الإنجاز وأيضاً إبعاد الطارئين المتنفذين على مركز القرارات في الاتحادات الرياضية ومو كلها البعض من عدها الحقيقة هذا الموضوع اللي تحدث به كان متن عامر طالب قبل فترة عندما كان ضيفاً كريماً في الشرط الثالث وقال رح ندعو هذا الكم الهائل من الرياضيين لغرض أن نتحدث وأن نرتقي وأن نبعد الطارئين لأن رياضتنا رياضة تسير للأسف الشديد بعيداً عن المنجز أكيد عدسة الشرط الثالث وزميننا محمد الخفاجي كانوا حاضرين وهيئ إن محمد الخفاجي هذا التقرير عن هذه النتوة نتعب تحت شعار الإصلاح والسعي للتحقيق الإنجاز والنهوض بواقع الرياضة العراقية اجتمعت كوكبة من نجوم الرياضة السابقين وروادها ومن بينهم منهم في موقع المسؤولية باتحادات وأندية رياضية اجتمعوا بندوة موسعة احتضنتها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد طبعاً هذا الملتقى التأسيسي الأول لنجوم ولاعبية للمنتخبات الوطنية العراقية الهدف منه يعني جمع شتات الأسرة الرياضية الوصول إلى قناعات نمر في مرحلة صعبة جداً نحاول قدر أن نخرج برؤى موحدة في سبيل الدخول بمفاولات مع الحكومة بمفاولات مع اللجنة الأولمبية من أجل صياغة مكتب أو هيئة مؤقتة للمكتب التنفيذي في سبيل الذهاب باتجاه الأصلاح لأن ما نشاهده الآن من وضع للرياضة العراقية لا يسر لا عدو ولا حبيب تفعيل القوانين الرياضية وألية اختيار الهيئات العامة في الاتحادات والأندية ومناقشة ألية اختيار الهيئة المؤقتة لللجنة الأولمبية هي أبرز المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذا التجمع الخلاف الذي لم يتوقع أحد أن يشغل بال الحاضرين هو التسمية والشرعية التي يجتمع تحتها هؤلاء النجوم فلا توجد صبغة رسمية سوى أنه ملتقى الرياضية شكرا لمحمد الخفاجي على هذا التقرير الحقيقة نحن نأزر وندعم هكذا تجمعات خاصة إنها تضم لفيف من خيرة نجوم الرياضة العراقية وأبطالها مو بس في لعبة كرة السلة أو في لعبة معينة كل الألعاب وأعتقد شفتوا اللقطات اللي حاضر بيها خيرة الرياضيين الأبطال اللي اجتمعوا تحت منجم ومصنع أبطال الرياضة هي كلية التربية الرياضية في بغداد الجادرية هذا الموضوع إحنا رح نقف عنده يوم غد بإذن الله تعالى ونفتح الحوار حول هذا الموضوع وندعمه بكل ما أوتينا من قوة لأنه الغرض بصراحة هو دعم الهيئات العامة الفاعلة لا سيما الهيئات العامة التي تولد من رحم الرياضة يعني للأسف الشديد نشاهد أن بعض إدارات الأندية أو إدارات الاتحاد الاتحادات الرياضية بدأت تستقطب أعضاء هؤلاء عامة ما لها علاقة بالرياضة ليأغراض انتخابية ليأغراض دعائية ليأغراض تدعيمية وهذا الحقيقة ما شاهدنا لا يمكن لإتحاد يقود رجل رياضي وأعضاء مجلس الإدارة الباقين وأعضاء الهيئة العامة ما لهم علاقة بالرياضة لمجرد أنهم يعني أكو بعض الأمور اللي إحنا مريد ندخل فيه تفاصيل لكن رح نفتر نحشي به عموماً أيضاً زمينا محمد الخفاجي أجرى بعض اللقاءات ما عدد من الأبطال الرياضيين لكن بطلتنا الكبيرة في ألعاب الساحة والميدان ميسا أحسين تحدثت إلى قضية في غالة أهمية هو لجوء الرياضيين إلى السياسيين لغرض البحث عن دعم البحث لحل مشكلة يا جماعة نريد نبتعد عن السياسة الرياضة ما لها علاقة بالسياسة الرياضة شيء جميل شيء رائع شيء يتمتع بمزايا ما ريد ندخل السياسيين بيها فأترجاكم يا نجومنا يا رياضيين الرياضي باقي السياسي راحل يجي سنة سنتين أربعة دورتين مرات يبقى بس يروح ويننسي اللي يبقى هو رمز الرياضة تاريخه إنجازه الآن الراحل عبدالواحد عزيز الله يرحمه من الستين إلى الآن نذكر بخير لأن جاء بوسام أولمبي للعراق في بطولة روما الأولمبية إلى الآن يذكر بخير الله يرحمه أما سياسي ما إجانا سنتين وثلاثة في غفلة من الزمن وراح إحنا مجلبين بيه وتعالح لنه هذا الموضوع اللي إحنا ما نريده ولا نريد نوصل له عموما نتابع ما قال النجوم الأبطال لعدسة الشوط الثالث هذا التجمع لازم يصير قبل فترة طويلة الواقع الرياضة العراقية هي واقع مرير من زمان من زمان إحنا قاعدنا نعاني من ظروف القوانين الأنظمة والسياسيين على فكرة سياسيين هم دوروا الرياضة دخلوا في طريق الرياضة وحددوها الطريق وإحنا الرياضين كلنا مبتعدين لابتعاد كامل عن هذا الجانب هذا الجانب كل شي خطر إحنا الرياضة العراقية سقطت من الظروف اللي قاعد يعانيها ليش؟ لأن السياسيين دخلوا أمرنا وغلط من الرياضين من عندنا هنا نهوس ونركض على السياسية بسوينا شارة لا يوجد شيء إحنا الرياضين لازم نحدد طريقنا ومسيرنا إحنا لأن إحنا إحنا ظروفها إحنا إحنا حياتنا إحنا إحنا حالاتها وظروفها وتعاستها بالنسبة للمؤتمر أول شيء أحنا نقول هي خطوة جيدة وخطوة جريئة وخطوة تكلفت من عناصر جيدة وأكاديمية وشاهدات عليا ورياضيين لهم بعض طويل في الرياضة ومهمشين ومبعدين عن قيادة الحركة الرياضية في العراق في حين بالنسبة لبعض الأمور التي تطرقت تكون بعيدة عن النهوض بها وأنا بالذات شخصة كم شخصية هي الآن ذو مركز في الدولة وفي الرياضة العراقية ومضى عليها أدى السنين ولم تعالج الموقف الرياضة العراقية اتمر بمراحل يعني نقدر نقول مراحل غير جيدة ومزرية صراحة واجتماعنا اليوم هو كان يتطرق إلى وضع برامج أو وضع قوانين وتعليمات تنهب بالرياضة العراقية وترتق بها إلى مستوى أعلى إذن شكرا لكل المتحدثين وفعلا الكابتن ميساء تحدثت في صلب قضية عاني من عده هي قضية ركوض البعض على السياسي وقلت تعال حل إنه مشاكلة السياسي عمره ما خدم غير نفسه وهذه التجربة اللي شفناها إحنا على مدى كذا سنة عاشها العراق والدليل رداء في كل شيء فأرجوكم يا رياضيين أنتم رموز أنتم كبار بإنجازاتكم بواقعكم بأسماءكم أرجوكم أتمنى أن تدعم هذه الندوة وأن تدعم مطالب هذه الندوة لأنه إحنا بحاجة إلى تشكيل لجنة من الخبراء من الرياضيين من الأبطال لغرض تقييم واقع العمل والاستفادة من خبراتهم هذا اللي نتمنى يوم غد بإذن الله رح نفتح الأبواب على مسرعها في هذه القضية أيضا نذهب من ضمن متابعاتنا لهذا اليوم إلى مباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إذ وصلت بعثة فريق القوة الجوية حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى العاصمة الأردنية عمان على بركة الله وحفظه وحفظه الفريق الجوي العراقي أدى وحداته التدريبية استعدادا لملاقات الجزيرة الأردني في مباريات إياب المرحلة الآسيوي من بطولة كأس الاتحاد الآسوي هذه المباراة ستقام يوم الثلاثاء في محافظة إربد على أستاذ الأمين الموفقية إلى فريق الزوراء اللي رح يلعب مباراة الإياب مع شقيق العهد اللبناني في ملعب كربلاء الدولي الموفقية والنجاح لسفيري الكرة العراقية في كيس الاتحاد الآسيوي الجوية والزوراء في هذه المباراتين أيضا دعوة نوجهها إلى أبناء الجالية العراقية اللي يخرصون دائما على دعم أنديتنا ومنتخباتنا الكل مدعو لمؤازرة الجوية العراقي في مباراته يوم الثلاثة في أربد لمواجهة شقيقة الجزيرة الأردني أكيد رح نكون حاضرين معاكم أولا بأول في دعم هذه المبارات والوقوف مع فريقنا العراقي أخيرا سادتي المشاهدين قررت إدارة نادي الشرطة الرياضي تسمية المدرب الكابتن ثائر جسام مدربا لفريقها الأول خلفا للمقال البرازيلي باكيتا إدارة نادي الشرطة اتخذت هذا القرار بتسمية ثائر جسام فور تعادل الفريق يوم الجمعة الماضي أمام البحري ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز بعد أن تعادل بهدف لمثله سوء نتائج الفريق جعلت إدارة نادي تفاتح الكابتن ثائر جسام اللي سبق وأنقاد فريق القيثارة للقب بطولة الدوري في الموسم 2014 والرجل سيلتحق ببعثة الفريق الشرطاوي وسيكون متواجد في بغداد بشكل رسمي لغرض توقيع العقد وتفاصيله وبالتالي سيباشر بقيادة الفريق في وحداته التدريبية الموفقية والنجاح للكابتن ثائر جسام وأيضا لإدارة نادي الشرطة اللي عانت ما عانته خلال المباريات الأخيرة لا سيما النتائج التي لا تليق بمكانة فريق الشرطة وجمهوره الحقيقة كان من المؤمل أن يكون معنا النجم الكبير سعد قيس وهو مشرف كرة فريق الشرطة ضيفا كريما لكن زحمة بغداد وكان الله بعونه البغداد أبعدت الكابتن من الحضور وبالتالي راح نفطر ناخذ اتصال هاتفي من بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة ينضم معي في اتصال هاتفي الكابتن سعد قيس مشرف كرة نادي الشرطة مرحبا بك كابتن سعد ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوسي أحنا فعلا بك أحنا بك سعد محمد وعني سعيد بتوازي وياكم اليوم والله إحنا مشتاقي لك نتمنى أن تكون معنا وجه لوجه حتى الناس تشوفك كابتن أعتذر جدا أعتذر جدا مثل ما طرقت حضرتك الله يسلمك إن شاء الله لقاءات مستمرة بإذن الله كابتن كابتن سعد قيس أولا نبارك لكم اختيار الكابتن ثائر جسام اللي نتمنى أن يكون عودة عودة موفقة وثائر جسام ليس بالغريب عن الكرة العراقية لندي العراقية وبالتالي حتى عن نادي الشرطة وعن سعد قيس ياريت نتحدث عن التفاصيل اللي اتخذتها لإدارة الشرطوية بالتعاقد مع الكابتن ثائر جسام يعني تعرف أستاذ الحمد نحن في بداية عملي مع نادي الشرطة كان أكو الاتفاق أنه أسمع أسمع محدد محددين المطرحة في سبيل أنه يكون الأسف يتدريبنا الشرطة مثل ما تعرفون كان بعث مقاسم كان بعث مقاسم من الأوليويات النادي لكن مثل ما تعرفت يعني الموضوع يعارت من الاتحاد كان بها ضعوبة ولذلك ولذلك هاي هذا الموضوع ما فهر صراحة فكان فكان بعد بعث مقاسم كانت موضوع أنه ندور على البرد ويعني بالتأكيد هم من دلس نحن كهاء إدارية فكنا بعدة أسماء وأخيرا نوقع الاختيار على كابتن ثائر جسام نعم كابتن سعد آلية التعامل مع ثائر جسام سعد قيس المبتعد عن العراق لكن حبه وعشقة إلى فريق الشرطة وإلى الكرة العراقية أعادت به من جديد لقيادة فريقك الأم الفريق الذي تدرجت للنجومية عبر أبوابه كيف سيتم التعامل كيف سيتم يعني ثائر جسام بالتأكيد هو ليس بالغريب على سعد قيس لأنه أعتقد أكو أكو خبرة تجمعكم أيام المنتخبات الوطنية فيارت نتحدث عن وصول الكابتن ثائر وأيضا تعامل سعد قيس مشرفا لكرة الشرطة مع ثائر جسام بالتأكيد 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 نحن كنا نعتبر أخفاق لأنه أنت فريق فريق الشرطة دي حاجة من نادي الشرطة دمائم تلك من تاريخ سمعة ولاعبين أنا أول ما وصلت في البغداد قلت أنه نادي شرطة الفريق الوحيد أنه هو 22 لاعب أساسي 22 لاعب قادرين على أن يكونوا بالمنتخب العراقي بالتأكيد بالتأكيد نحن نبحث عن الأصلح الأصلح لأن اليوم اليوم نادي الشرطة يمر بأزمات وإنت مثلا ما تعرف محمد الأزمات ليس بأزمات فنية لكنه هي الأزمات المشاكل الكثيرة القضايا والمحاكم هذه الأمور بالتأكيد أثرت على اللاعبين أثرت على إداء الفريق لكنه دائما نفكر بالأفضل وبالأحزن ولذلك مثل ما قلت لك بعد ما أحرقنا بحصول على خدمات كاتباثن قاتل فكرنا بشكل كبير على أن نختار اسم كذلك كبير يكون الكذريب مع هذه الشرطة ثائر جسام مثل ما أتفضل حضرتك هو كان مع هذه الشرطة وعلم بالدور العراقي ويعرف أغلب اللاعبين يعني ما نقدر نقول عليه غريب عن الدور العراقي مثل ما هو سعاطس أنا بالنرويج ولكن أنا خريج جدا من هذه الشرطة أكثر اللاعبات كنت حاضرها أشوفها بالتلفزيون كانت على التواصل مع إدارة الشرطة فاليصار الإصار مثل ما قلت لك أنه نحن تم الاتفاق مع الكاتب في أردستان وإن شاء الله إن شاء الله هو اليوم رح يكون وصوله فيما كوشي جديد يعني كما مثل ما نتعرف بأي عقل يسير معاي ندرب هناك نقاط رح يتم تثبيتها بخصوف عقدة لأنه تعرف أنت رح ندي حاليا رح يدرب الفريق فيما تبقى من الدوري فهو مثل ما قلت لك هو اسم كبير وهو سبق وانحاذ على الدولي مع الشرطة فبالتأكيد رح يكون حاليا حال أي مدرب طيب كابتن سعد قبل ما أنتقل لين عندي أيضا اتصال مع الكابتن ثائر جسام أيضا اللي رح يكون أول ظهور إلي في برنامجنا وإحنا دائما ما سباقين في قلب الحدث كابتن سعد باختصار الجمهور الشرطاوي غير راضي تماما عن أداء اللاعبين وعن أداء الإدارة لأنه لا يمكن لفريق الشرطة بهذا الكم وبهذا الدعم وبهذه المبالغ الطائلة أن يكون بهذا المستوى وكون بعيد عن منصات التتويج فماذا توجه لهم كلمة كابتن نعم بالعكس أنا جمهور الشرطة جمهور قريب إلى قلب سعد خيس علاقة بهم جيدة بالأمس بالأمس كنت في أحد المحطات الفضايا أساء وفهمي صراحة أساء وفهمي أساء لطرحي أنا جدا قريب من جمهور الشرطة وحد جمهور الشرطة لكن المشكلة اليوم أنت لما لما تشوف النتائل سيئة بالتأكيد الجمهور يدعل التأكيد الجمهور يغضب على الإدارة وعلى العدين يعني طالما الجمهور يشوف أن الفريق يستفحة لعدي المنتخب ويجي يتعادل مع البحري فبالتأكيد أكو مشكلة أكو خلل لكن نواني بالأمس جمهور الشرطة والأصير اللي يهدم هذا الشرطة المطلوب أن يدعني الفريق يساند الفريق الفريق ما زال من مركز الثاني وينافض على الدول يباك بطعس مباراة جمهور الشرطة جمهور وفي عانا ما عانا لا تمنعه القلة القليلة القلة القليلة السادة محمد القلة القليلة اللي أنا بحط فرق على هذا المؤذor القلة القليلة هي من أساء في هذا الجمهور الكبير الوفي اللي أنا يعتبر في مراسل بصرة بعد ما تعبن يعني حتى وقت بضعب المسيئين من جمهور الشرطة أنا ما أحسبهم على جمهور الشرطة يعني حتى تكرم أنه دا يخلطون اللاعبين بالأحدية هذا الشيء يعني أنا يتصور من هذا الشيء يسير إلى جمهور الشرطة الأصلي والحقيقي واللي هو يحب الفريق وإحنا بالتأكيد أنا أتمنى من جمهور الشرطة وهذه رسالة عبر قناتكم أن الجمهور لازم يتحمل لازم يصبر أحنا أكيد هناك تغييرات وليس تعب قيس أبدا أبدا مكان راح يكون يفارح شخص معين أو إدارة بالعشف أنا آمين جاي حتى أغير أكو أفكار كثيرة في بادي لكن نحن نطلب أن نتمونا شوية الصبر نعم كابتن سعد عندي سؤال قبل أن أختم هذا الاتصال مع حضرتك وأرجو أن ترد علي بصراحة كثرة الإدارين على دكة البدلاء يعني علي الشحماني ما أعرف شنو منصبه هو عضو إدارة وسعد قيس مشرف الكرة وهاشم رضى المدير الإداري كثرة الإداريين ما راح يأثر على مركز القيادة على المدرب على الأداء يا ريت اتخلينا في هذه القضية اللي هواي ناس حتشوا بها كابتن سعد واني هذا الموضوع وعدك وعد الجمهور لأن هذا الموضوع راح أجيبها حفية أقرب وقت راح أجيب لهذا الموضوع لأنه صار لغب كبير يعني أنا واحدة من الناس استغربت أحنا وجودنا ثلاثة يعني هني أشوفها صعبة الترقم الأخرى ما عادها ثلاثة إدارين أو ثلاثة ميشرفين موجودين عن بصدر أنا قلت لك يعني أو أجيب تمور أنه هذا الأمر راح ينحسن وراح يتغير إن شاء الله بالمبارعة الجاية كابتن سعد قيس أنا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معي في هذا الاتصال أتمنى الموفقية والنجاح لمهمة الكابتن ثائر جسام أكيد وليس بالغريب على القيثارة الخضراء سبق وأنقاد إلى درع الدوري في العام 2014 بعد أن حقق الفريق أفضل النتائج في رئاسة السيد عياد بنيان المستقيل من إدارة نادي الشرطة أيضاً نحن بانددار انضمام الكابتن ثائر جسام في اتصال هاتفي قبل توجهه إلى بغداد الحبيبة لغرض معرفة يعني تفاصيل تعاقده مع نادي الشرطة وقيادته للفريق بصراحة يعني شفنا ردة فعل ما كنا نتمناها شفناها عبر بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل كانت عارمة وغاضبة لجمهور القيثارة لا سيما بعد التعادل الآن ينضم معي الكابتن ثائر جسام في هذا الاتصال هاتفي كابتن مرحبا بك ضيفاً كريماً في هذا الاتصال في برنامج الشوطة الثالث وأهنئك من جديد بعودتك إن شاء الله تكون ميمونة لقيادة فريقك القريب إلى قلبك فريق الشرطة حيئيك الله أستاذ محمد أهلاً وسهلاً بيك تحياتي إليك وإلى برنامج في الكريم الله يحفظك شعورك وأنت الآن متوجه إلى بغداد الحبيبة وتقود فريق سبق وأن حصلت على درع الدوري معاه وأنت تعود مرة أخرى رغم أنه يعاني من مشاكل كثيرة لكن ثائر جسام العرفنا عنيد في كل شيء يعود لقيادة هذا الفريق يعني مثل ما تعرف أستاذ محمد فريق الشرطة أكيد فريق قريب إلى قلبي لكون أنه يعني اشتغلنا في عام 2013 سوية وحققنا إنجاز يعني بعد غياب دام أكثر من 16 سنة لفريق الشرطة لذلك يعز علي أنه فريق الشرطة الآن يقع في مثل هيك مشاكل أتمنى أنه إن شاء الله المرحلة القادمة هذه تتكاتب كل الجهود وتذلل كل المصاعب حتى يظهر الفريق بحلة جديدة وبصورة جيدة إن شاء الله لأنه مثل ما تعرف الدوري ما زال قويل يعني باقي حوالي 12 مباراة يعني بالحسابات يعني حوالي 51 نقطة وأكيد الدوري يحتاج لصبر ويحتاج إلى تركيز فأتمنى من الجميع إن شاء الله أن تتحلى بالصبر لأنه كرة القدم كل شي بيها بيها النجاح وبيها الإخفاق فثمنيات إلهم إن شاء الله بالموفقية ولك أيضا كابتن ثائر ستعتمد الكادر المساعد لأنه مثل ما نعرف إنه 16 مباراة فقط هي من ما تبقى من مباريات الدوري أم سيكون في جعبة ثائر جسام كادر مساعد لأن عرفنا ثائر دائما عنده طاقم يكون معاه في ترحاله مع الأمدية العراقية طبعا مثل ما تقول سيد محمد بدون شكل الكادر المالي الآن متواجد مع فريق الحسين أردن نعم والآن دوري شغال بالأردن نعم وباقي حوالي يمكن ثلاث أو أربع مباريات فمن الصعب أنه يتخلون عن فريق الحسين لأنه الآن الحسين محتاج هيث المشبول وعبد الرؤوف نعم لذلك ارتئت أنه رح يكون هاي الفترة إن شاء الله مع فرقه بإذن الله على أمل إنه بالقادم إن شاء الله بكل حادث أنت الآن متوجه على بركة الله بأقل من دقيقة كلمة إلى جمهور الشرطة اللي تنتظر ثائر جسان بفارغ الصبر كابتن أبو حليل والله مثل ما تعرف أستاذ محمد جمهور الشرطة جمهور يعني قريب إلى قلبي وعزيز علي وسبق أنه يعني جمهور الشرطة احتفل بثائر جسان بعد تحقيقنا لهذا الإنجاز أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه نوفق جميعا وجمهور الشرطة يجب أن يصبر ويدعم الفريق فهذا هو دور الآن دور الآن مساندة الفريق بالوقت الراهن هذا حتى ممكن أن نجتاز هذه المحنة ونمشي على الطريق صحيح بإذن الله بإذن الله تمنياتني بالموفقية لحضرتك وأن تصل إلى بغداد سالم المعافى بإذن الله ثائر جسام ودرب فريق الشرطة كنت معنا في هذا الاتصال وأيضا نشكر الكابتون ساعد قيسي اللي كنا نتمنى أن يكون ضيف ولكن هاي الزحمة زحمة بغداد مشاهدين ألاحب وصلنا لنهاية هذه الحلقة التي آمل لأنارت رضاكم بالتأكيد يوم غد رح نناقش موضوع اجتماع الرياضيين الرواد لمناقشة الكثير من القضايا أنقل لكم تحيات جميع زملاء العامل في ستوديو البث في الكنترول ومن زميلي مخرج البرنامج المبدع دائما علي باقر ومن ينام محديثكم محمد إبراهيم الناصر إلى حلقة الغد بإذن الله أكل لكم في مرنة